بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مرفع البلاء عن اهل غزة والسودان الله مرفع البلاء عن غزة والسودان الله مرفع البلاء عن غزة والسودان هي سلسلة صغيرة جداً كنت أرغز عملها اسمها أليات تعلم اللغة أليات قصيرة بها وسائل تساعدنا في ان احنا نتعلم اللغات سواء كانت برامج مصادر مثلاً Онليين تنفع حاجات رواية مثلاً حاجة مكتوبة بلغتين جنب بعض حاجات شبه موقع الرصائف حاجات زي كده يعني الجزء الاول عايز ابدأ فيه وديه الطريقة اللي انا بستخدمها لعلها تنفع حد يعني وطريقة بحبها جدا هي برنامج Obsidian Obsidian هو برنامج تحرير نصوص Text Editor وبيستخدم فرمات اسمه Markdown يعني زي ما Microsoft Word بيستخدم الفرمات اللي هو .docx او الExcel بيستخدم .xlsx Obsidian بيستخدم فرمات اسمه .md اللي هو .markdown ماركداون بيسموه بره Future Proof Future Proof يعني مش هيفرق معال لو البرنامج ده افل او اي برنامج تاني من اللي بيفتحه ماركداون افل لانه تقريبا اي محرر نصوص حاجة كده منستخدمها في يعني اي Text Editor يقدر يشغل حاجات ماركداون فهبدأ بسرعة جدا كده ازاي نزل البرنامج وبعد كده اشرح ايه هو ماركداون ازاي يقدر استفيد بيه لان هو حاجة جميلة جدا 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 وبعد كده ندخل على التطبيق العملي اللي هو ازاي نستخدمه في تعلم اللغة انا مش محضر قوي ولكن بس قلت احاول انشر الموضوع لعله يفيد حد اول حاجة ندخل على Obsidian.md اللي هو مدى بترمز لماركداون انزل Obsidian وهذا ينفع للويندوز والماك واللينوكس وبعد كده لما نزله هيفتح لي الوجهة الصغيرة اول حاجة نعملها ان انا Create New Vault فولت يعني مخزون او قبو او حاوية للمحتوى بتاعي واختر اللغة بتاعتي في عربي ولما انا عندي فولت استخدمتها قبل كده او بعملها Copy من جهاز تاني اقدر افتحها من هنا فعمل Create وقديها اسم اللي هو مجموعة النصوص اللي انا هبدأ بيها دي ممكن يكون اسم الكتاب اللي انا بذكر منه اللي انا هتعلم منه مثلا هنا كنت بذكر من رحق المختوم مترجم لكذا لغة ولي تجرب فيه وممكن على اسم اللغة فمثلا لو انا بتعلم اسباني كمثال فممكن نسميها Spanish وبعد كده Location احطه مثلا على Desktop وبعد كده اعمل Create هيفتح لي الوجهة دي ده كده البرنامج قدامي هو مقسمه لثلاث عمدة رئيسية العمود اللي على الشمال ده فيه الصفحات بتاعتي اللي هي اللي بيسميها Notes وهنا فيه صفحة هو عاملها اللي هي اسمها Welcome هي صفحة Welcome دي وحاجة هنا اسمها Graph View اللي هو بيورريني الترابط ما بين النوتس بتاعتي عاملة ازاي هنشوف كل ده دلوقتي يعني انا لو عملت صفحة تانية سميتها اي حاجة وبعد كده فيه رابط او لينك ما بينها وما بين Notes ما بين اسف Welcome هيطلع لي اللينك بتاعها هنا مقدمة سريعة جدا على الماركداون انا اقدر مبدئيا اتحكم في الوجهة كده اقدر اخد ده احطوه في مكان مختلف يبقى افقي او رأسي او اي حاجة انا هقفله دلوقتي وانا جوه النوت بتاعتي الاسمها Welcome ممكن اغير اسمها واكتب مثلا Markdown Introduction ان انا عايز اعمل مقدمة ماركداون هيغير اسمها هنا وبعد كده ممكن ادوس Control Plus واي حاجة هدوس عليها ان شاء الله هبدأ اوضحها الماركداون نفس الورد بالضبط ولكن انا مش بتعامل عن طريق واجهة بمعنى ايه ان انا لو عايز اعمل heading اللي هو H1 بعمل علامة الهاشتاج واحدة بس كده واعمل space واكتب مسلا heading one اللي هو مسلا title بتاعي بقى بالحجم ده لو عايز اصغر منه اعمل اتنين واكتب heading two وهكزا وافضل اظن معي لغاية خمسة او ستة حاجة زي كده اعمل heading three تمام لو كتبت عادي ده النص بتاعي ولو جي تكتب عربي اظن بيقلب من اليمين للشمال لو انت مسلا هذا نص عربي طبعا لو عملت برضو قبلها علامة الهاشتاج هيكبرها برضو هيعتبر ان انا عملته زي الورد عملت heading وبعد كده اقدر اعمل list بتاعتي يعني لو عملت كده مسلا وكتبت item one اه تقصد tab مسلا عشان تبقى مترحلة شوية فيها item one point one وهكزا اقدر رجع تاني بشفت tab نبقى في item two اه اظن كمال لو عملت واحد واثنين يقدر يعمل الليست دي مش فاكر ازاي بالزبط يعني بس تنفع برضو اه دي اسمها bullet points تقريبا اه لو عايز اعمل link ودي بقى النقطة المهمة جدا اننا دلوقتي اعايز اكتب كلمة الكلمة دي بتودي على ويب سايت جوجل مثلا فعملت كده اللي هو الاقواس دي وعملت بعدها القصين العديدين الجزء الاول هكتب فيه كلمة مثلا هساميها link وجزء التاني هحط فيه الرابط نفسه بلاش google https مثلا language.page لما اخرج برها كده هيبقى عندي اللينك كده زي ما بعمل في الورد بالزبط ان انا بختار الرابط بتاعي التكست اللي هتظهر والتكست اللي اللينك الاساسي اللي هو هيودي عليه طيب لو انا بقى دي الميزة من المميزات انت في جوجل دوكس او في الورد عندك كزا ورد دوكيمنت لكن مش مرتبطين ببعض دي الميزة في برنامج زي برامج موكداون زي obsidian ان انا اقدر اعمل نوت جديدة والنوت الجديدة دي اربطها بالنوت دي بمعنى ان انا هاجي هنا اعمل new node وهسميها test كمثال وجيت بعد كده في النوت الاولى بتاعتي وروح تكاتب اعيز اعمل لينك لتست فبعمل قصين المرة دي اسف اعمل قصين دول فهو بيقول لي دي الصفحات اللي عندي اقدر اعمل لينك لتست فانا لو دست على test دي هيودييني للنوت بتاعتي اللي اسمها test لو فتحنا graph view هنلاقي ان بقى فيه روابط ما بين markdown introduction الصفحة دي والصفحة اللي اسمها test طيب ايه تاني نقدر نعمله بموضوع الروابط ده نقدر نخلي الكلمة مختلفة عن كلمة test بمعنى ايه ان انا هي دي هتودي على test فعلا بس هعط قبليها علامة pipe اللي هي الشرطة الوقفة دي اللي هي جنب ال enter لما ندوس shift وبعد كده اكتب مثلا title لو عملت كده هو هيزهر لي نعمل واحدة تانية هنعمل كده هوت ننفوضع كسه انا اسف هندي رابط ل test واعمل كده وبعدها اكتب title ده معناها ان الكلمة اللي هي تظهر اسف هي كلمة title ولو دست عليها فعلا هتودييني عند test فنقدر اخلي ال hyperlink نفسه لشكل مختلف طيب ايه تانية اقدر اعمله اقدر اكريت صفحة يعني اعمل صفحة جديدة من الكلام وهو موجود يعني انا عايز اعمل مثلا صفحة سمية text تمام فنقدر اجي على كلمة text هنا اعمل double click عليها ودوس على علامة الاقواس مرتين فهو عملها بلون باهت كده شوية زي ما يكون بيسألني انت عايز تعمل صفحة جديدة تسميها text لو دست عليها بالماوس او دست control enter هيعملي صفحة فعلا تمام ولو جيت عند ال graph view هنلاقي ان الصفحة بتاعتي بقت تدي رابط لصفحة وصفحة سمية text طيب دي كده كان مقدمة مبسيطة جدا للماركداون ازاي يعمل روابط بين الصفحات وده كل ما احنا محتاجينه حاجة اخيرة محتاجينها برضو ان انا هاجي هنا عند settings وبعد كده هاجي عند core plugins اللي هي الاضافات الموجودة وهاختار ال audio recorder انا هحتاجه فهيطلعي هنا على اشتمال علامة ال recording بس وقفل الصفحات بتاعتي دي وابدأ فعليا في تعلم لغة طيب انا عشان اتعلم لغة فلنفترض مثلا وده الوقع انا بذكر مثلا لغة اسبانية اللغة الاسبانية انا عندي نص اسباني وعندي نص عربي وبعد كده في نص ممكن نسميه نص وسيط او لغة وسيطة اللي هو بالانجليزي لان فيه تشابه كبير اوي بين الانجليزي والاسباني فده بيساعدني فانا عايز حاجة اقدر اجمع فيها التلاتة دول طبعا اللي انا بعمله ده حاجة يعني رفاهية اوي يعني لو واحد جاب فتح ملف يعني جوجل دوكس مثلا زي كده النص تقدر احطه اهو يمين وشمال اسباني وانجليزي وهكذا والصفحة واحدة بزاكر وكل بقى تمام لكن المضوع الثاني بيخلي المذاكرة مسلية شوية ممتعة بيسهلها اكتر احيانا ممكن يفتح افاق اكتر ولكن برضو مش هو ده الاساس طيب انا اخد الاول النص الاسباني ااخده كده اعمل له copy وبعد كده اجي عند ابسيديان امسح الصفحة دي وانسح الصفحة دي كمان واجي عند الصفحة الاولى بتاعتي اللي هي المارك داون دي امسح كل حاجة فيها واسميها مثلا الاسبانيش مثلا او اسبانيولي وبعد كده احط النص بتاعي طيب عايز اعمل كمان نص موازلي اللي هو الانجليزي فهعمل مثلا النوت تانية وهسميها انجليش وبعد كده ااخد النص الانجليزي اللي هو وانا برده ااخده من كتاب وبعد كده احطه فانا كده عندي صفحتين الاسباني والانجليزي طيب اعايز مثلا ده من كتاب الروحيق المختوم فانا عايز مثلا عربي بتاعه فممكن كمان اجيبه من المكتبة الشاملة مثلا وهو ده الفقرة الاولى انسخها اعمل نسخ النص فقط وبعد كده اعمل صفحة تانية واسميها Arabic واحط النص العربي طبعا هو احطه كأنه هيدنج لانه جاي معاه شوية فورماتينج يعني انا لو امسحت ده كده وامسحت دول كمان هيبقى نص عادي جدا طيب كده عندي ثلاث صفحات انا احب اشوفهم جنب بعض فلو انا جيت عند الاسبانية اللغة الاساسية اللي بتعلمها اخد كلمة انجلش كده ممكن اخدها من هنا من تاب وممكن من هنا مش متأكد ممكن هنا ولا او ممكن طيب اخد انجلش واحطها هنا على ينين بحيث نبقى النص موازي والعربي لو احتاج ترجع له اخليه هنا تحت الانجلش فانا عندي الثلاث لغات قدامي وبعد كده هعمل فولدر جديد هنا اعمل new folder واسميه مثلا words هذه الكلمات او البوكابلور اللي انا هذكرها طيب الجميل هنا في obsidian ان انا عايز الكلمة اللي انا معرفهاش هنا اربطها بالكلمة الانجليزية اربطها كمان بالكلمة العربية في صفحة واحدة ازاي؟ يعني مثلا لو جينا عند نشوف اي كلمة مثلا هنا شبيهها بالكلمات التانية ناخد مثلا كلمة بيوجرافية اللي هي بالانجليزي اللي هي بالعربي ستيرة او السيرة النبوية لان هنتكلم مش اي سيرة سيرة الرسول عليه السلام فهنا هيبقى المعنى الحرفي السيرة او السيرة الذاتية فهي سيرة اسف وبعد كده هتبقى ممكن تبقى السيرة النبوية طيب فدلوقتي هنهاجي عند بيوجرافية ادوس عليها double click وبعد كده ادوس على القوسين مرتين علشان يسألني هل انت عايز تعمل صفحة جديدة فيها ادوس control enter او دست عليها فعملني الصفحة دي صفحة دي ادوس فيها واعمل insert مثلا table وينفق اعمل table برضو بطريقة الماركدون عادي اعمل صفحة اعمل عنوان مثلا اسف اسباني الاول بعد كده انجليش وبعد كده ممكن اجي هنا اعمل create column ثاني اعمل ثاني واسميه او العربي طيب الاسباني الكلمة هي اخدها بيوجرافية والانجليش هي biography والعربي هي السيرة تمام دي كده صفحة اسمها بيوجرافية الصفحة دي انا اخدها وحطها جوة words عندي folder اسم words في الصفحة بتاعت اللي هي بيوجرافية انا كده مش محتاج حاجة من هنا غير مثلا لو انا عارف نط الكلمة وعايز اسجلها هدوس بس على علامة start recording اول ما دوس لو انا موصل الميكروفون للكمبيوتر دست كده فهو كده بدأ يسجلها عطول فانا مثلا لو قلت قلت ايه مثلا قلت الاسباني بيوجرافية الانجليش بيوجرافي العربي اللي هو السيرة دست كده ثاني حطيلي التكست بتاعتي حطي ال recording بسيط الاكستنشن بتاع webm انا ممكن اعمله rename ممكن اسميه لو انا عايز امقى منصق قاوي يعني ممكن اسميه biography ده اسم الكلمة ممكن اسميه biography وبعد كده بيسأل لي انت عايزت update الكلمة والرابط بتاعها جوه النص دوت عشان لو انا بستخدمها في اكتر من صفحة فبقول له اه وبعد كده باخد بيوجرافي دي وحطها جو words فانا عندي جو words كلمة بيوجرافية وبيوجرافي ممكن اسميهم زي بعض يعني وخلاص على كده انا كده بعمل ايه زي الفوكابلري بتاعتي قفلت الصفحة دي فانا لو جيت هنا وحطيت الماوس على الكلمة بس فيه حاجة فيه وضع قراءة ووضع التعديل انا كده في وضع التعديل اللي هو بيسمح لي اكتب لو دوست على العلامة دي او دوست ctrl e فيدخلني في وضع القراءة وضع القراءة لو انا عملت كده على كلمة بيوجرافية هشوف المحتوى ده طيب انا عايز اربط بيوجرافية لكلمة بيوجرافية اللي هنا فهاجي برضو في الانجليزي double click على بيوجرافية وهدوس على العلامة دي مرتين بس انا مش عايزه يعمل صفحة جديدة اسمها بيوجرافية انا عايزه يربطها بصفحة بيوجرافية على طول فزي ما عملنا انا عايز دي الكلمة اللي تظهر قدامي هحط علامة دي اللي هي العصاية اللي بقف دي اللي جنب الانتر وبعد كده هقول له في صفحة هنا اسمها بيوجرافية اول مكتب هتطلعها لي واخترت بيوجرافية حطيت الماوس بس كده عملت hover هيطلع لي الكلمة والمحتوى الصفحة ااسف زي preview صغير كده لو دست على بيوجرافية اعملت برضو hover عليها هيعملها كده اقدر اعملها كمان في العربي ان انا اجي عند كلمة السيرة بعد كده ادوس على القوس مرتين وانا عايز كلمة السيرة هي اللي تظهر يبقى قبلها هحط علامة الpipe واقول له انا عايز ده يوصل بصفحة اسمها بيوجرافية طيب ايه الميزة اللي انا بعمله ده الميزة بالنسبة لي في حاجة زي كده انا دلوقتي لو جيت برضو في وضع القراءة هنا شاورت كده هيطلع لي الكلمة بتاعتي بعمل الفوكابلر بتاعتي من الاول وكده صعب جدا تتنسي لان انا كتبتها بنفسي انا كتبته وسجلته واقدر اسمعها واقدر امسح وعدله الميزة لو انا مثلا اعمل مثلا فولدر هنا مثلا وسميته الرحيق المختوم لو انا بذكر اكتر من كتاب او من اكتر من مصدر مالش ناسف تمام وبعد كده خدت العربي والانجليزي والاسباني خدت الاسباني والعربي اخد واحد واحد مش مشكلة العربي احطه والانجليز احطه والاسباني احطه فانا عندي كده فولدر اسم الرحيق المختوم وعندي فولدر اسم فلو انا بذكر مثلا كتاب تاني او باخد نصوص من اخبار او رواية مثلا فعملت مثلا فولدر تاني وهسميه اي رواية ما فيش حاجة على بها دلوقتي ممكن اسميه اخبار مثلا جبت اخبار من ال CNN مثلا نصوص عربي والانجليزي فانا بذكر في جوه ال CNN مثلا عملت نوت جديدة النوت الجديدة ديت مثلا اسمها نيوز وفي وسط النيوز انا بذكر حاجة بالاسباني ولقيت كلمة بيوجرافية لو انا عايز اشوف هي عندي الكلمة دي في البوكابلور بتاعتي او لا يعني يبقى برضو الكلمة دي بتروح للمكان بتاع البوكابلوري فانا هدوس على الكلمة دي وبعد كده هعمل كده الكلام الكلمة بقت غمقه مش بهتد فقط ده معناها ان في كلمة في نوت اسف عندي بالاسم ده وقدر بعد كده اقول له يعملها اسم مختلفة او ايا كان طيب عندنا حاجة كمان اسمها سيرش مسلا ان انا الوقتي بيذكر كتاب مختلف في صفحة مختلفة في حاجة زي كده وجيت عن السيرش مسلا وكتبت بيوجرافية كتبتها بالانجليش انا عايز اشوف هي بالاسبانيكات معناها ايه فبيقول ان في صفحة هنا اسمها بيوجرافية ذكرت فيها كلمة بيوجرافية فلو دست عليها هيجيب لي المكان ده ويعمل عليه هايلايت لو دست عليها كده بيقول لي برضو موجود في النص الانجليزي دست كده هيجيبها لي في النص الانجليزي طيب الحاجة التانية ان انا لو جيت هنا واجبت الـ Graph View تاني عشان اشوف بقى انا كده عملت ايه فلقيت ان انا فعلا عندي صفحة اسمها نيوز وصفحة اسمها Arabic وصفحة اسمها Spanish الثلاث صفحات دول او الاربع صفحات مشتركين في كلمة واحدة كلمة بيوجرافية او لو انا بدور على الكلمة بعينها لو دخلت على بيوجرافية لقيت ان بيوجرافية ظهرت في النصوص اللي عندي دي فقدر اعمل زي ريبوزيتوري كده زي حاوية للمحتوى بتاع اللي انا بذكره حاجة تكون خاصة بي انا وقدر استخدم جوجل ترانسليت او ادور على النص بتاع المحتوى بتاعي يعني مثلا الرحيق المخدوم بالاسباني واحد مسجله اوديو بالكامل على اليوتيوب فقدر اسمعه وبعد كده اقدر يجي هنا ابدأ انطأنا النص بتاعي يعني ابدأ مثلا ادخل كنترول اي تاني عشان ادخل في وضع الكتابة وادوس كده وبعد كده اسجل برضو ان انا عايز اقرأ مثلا بقرأ المحتوى الاسباني اكتبت مثلا ما سيادته ده 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 مثلا بانطاعه بقى خلاص يعني برجع نطقي مع النطق اللي انا اسجلته وبعد كده ايه ادو ستوب فيحطه او ان انا اقدر انزل المحتوى نفسه انزل الاوديو من اليوتيوب او من مكان تاني ولو بيت مثلا عند الديسكتوب هنا وبعدين عندي مثلا فايل اوديو اهو اسمه اقدر اخده واعمل له دراج ودروب هنا فيحطه لي برضو وهيظهر عندي في الفايلات هنا على الشمال اللي هو تستو فاقدر اخده جوا الوردز فعندي النص النطق الاصلي والتسجيل اللي انا سجلته وهكذا واقدر اه اتعامل في اوبسيديان بالطريقة دي اه اقدر اقسم الصفحات اللي ما انا عايز مش فاكر فيه حاجة تانية بس نصيحة مش بلاش حد يغرق جوا اوبسيديان مليان خواص مليان خواص فعليا يعني كل فترة يعودوا يضيفوا حاجة درجة ان لو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا حاجات كثيرة جدا بتشتت يعني البرنامج جميل ومسلي واحيانا بيخدع الواحد ان هو فعلا بيعمل بقى بيسموه الساكن برين ويجيب صور وبتاع الحاجات دي كل اشكلها حلو فممكن تشتت الواحد فعلا عن التعليم لان برده في حاجة كثيرة جدا يعني مثلا في كالندر ومش عارف الكانبان وحاجة كثيرة جدا بتتعامل ممكن واحد فعلا لو دخل دورة على الفتوريالز ينسى هو عايز ايه فنصيحة كل واحد يعرف هو محتاج ايه انا بالنسبة لي كنت محتاج طريقة اسجل بيها وانا بقرأ النص وفي نفس الوقت اقدر اربط بعض الحاجات ببعضها الحاجة اللي عايز اقولها كمان ده ينفع برضو من الموبايل ممكن ابقى حط بعد كده سكينشوت يعني لو انا خدت الفولت دي الفولت بتاعتي اللي هي حطتها على الديسكتوب اللي هي دي وبعدين نقلتها عندي على الموبايل ونزلت برنامج ابسيديان عندي على الموبايل هيظهر لي كده برضو بالضبط وهعرف قسم الصفحات ولكن هبقى يعني ايه محجوم بموضوع حجم الشاشة هذا كمان كنت عايز اقولها مش فاكر اوه في حاجة هنا اسمها الكنفس الكنفس ده يعني لو نبدأ نقفل كل حاجة الكنفس ده برضو طريقة يعني برضو فانسي كده شوية اعرفها هي شديدة فان انا مثلا ايه اخد اجي عند كلمة وورز مثلا واخد بيوجرافية وحطها فحطيت الكلمة بتاعتي دي وقدر اشكلها تمام واربط انا بحاجات تانية مثلا كمثال هاجي عند الرحيق المختوم وطلع مثلا الاسباني اقول ان الكلمة دي كانت موجودة هنا واربط ده بده يعني ممكن تنفع حد ممكن تنفع كvariation للكلمة نفسها زي مثلا الازمنة بتاعت الكلمة الاستخدامات المتحددة حاجات زي كده يعني كل ده ينفع ودلع بقى الون ومش عارف ايه والكلام ده كله بالنسبة لي كل ده ما كانش مفيد قوي كان اكتر حاجة مفيدة بالنسبة لي هي اني يبقى عندي حاجة اقدر اعمل فارل تكست ان انا اقارن نصين ببعض في نفس الوقت واربط بعض الكلمات ببعضها التسجيل الجاية ان شاء الله اقول على المصادر اللي نقدر ناخد منها باي لينجوال تكست بيسموها باي لينجوال في الكتب او البارالل تكست كمثال مثلا في موقع زي الرصائف في حاجة تانية اسمها ديو ريدر هكذا ونقدر الواحد يبقى بيتعلم لغة من نص هو بيحبه اللي بيحب كتب دينية يقدر اللي بيحب حاجة تانية يقدر يستخدمها اللي بيحب نصوص اخبارية لان اللغة برضو اربع كذا شق اربع اللي هو السماع والكتابة والقراءة والتحدث فالقليات كتيرة والطرق كتيرة وبتشتت جدا فكل واحد بس يبقى عارف هو عم يحتاج ايه وعايز ايه ويستخدمه بعتذر لو انا مشتت شوية وانا مسجل ولو حد عند سؤال ان شاء الله قدر اجاوب عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته